بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شح لي صدري واسر لي امري واحل العخدة ثم اللساني يفقه قولي ثم اما بعد يعني النهاردة بفضل الله احنا اه انتهينا اه اخر محاضرة لنا انتهينا من الجزء الاول من اه كتاب ملاسع المسلم جهله وحقيقي الموضوع يعني مهم جدا جدا قلنا الكتاب فعلا في معلومات قيمة جدا ما ينفعش فعلا مسلم مؤمن بالله يبقى على الاقل اللي عارف المعلومات دي اللي هو عارف المعلومات دي اجمالا فالنهار ده احنا بنعمل مراجعة سريعة وان شاء الله الاختبار بتاعنا هيبقى يوم الاربع القادم بازن الله هننزل على جروبات الواتس بتاعتنا الاختبار ان شاء الله كتاب ملاسع مسلم جهله وكتاب التربية هنزل لنا الاختبارين ان شاء الله الكتاب ده والكتاب ده. بازن الله. ان شاء الله بنعمل راجعة سريعة على آآ ما لاسع مسلم جهله. ومرة اللي جاية هتبقى المحاضرة الاخيرة في الجزء الاول من كتاب التربية. في الفصلين الفصل الاول والتاني. فآآ واحنا قلنا كتاب ما لاسع مسلم جهله. احنا مقسمينه على اربع مستويات. مستوى الاول من صفحة خمسة. اللي هو اول الكتاب. لغاية صفحة سبعة واربعين اللي مع الكتاب يعني. آآ هنتهي بالإيمان بالله. وده اللي احنا هنتختبر فيه ان شاء الله. وعا كده المستوى التاني اللي هو بقى اركان الامان من صفحة تمانية واربعين لصفحة مية تمانية وعشرين. وعا كده المستوى التالت هنتكلم فيه عن الاسلام. هنتكلم فيه عن فقه العبادات. هنتكلم فيه بقى عن احكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. ده هيبقى من صفحة مية وثلاثين لصفحة ميتين وتمانية. ومستوى الرابع هيبقى بيتكلم عن المعاملات والاحسان وهنتكلم عن بعض احكام الطلاق واحكام الزواج. هيبقى من صفحة ميتين وعشر امتين وخمسين. دي الاربع مستوى بتاعتنا. المستوى الرابع او بعد المستوى الرابع هنتخذب على الكتاب كله زي ما احنا متعودين ان شاء الله. تثبيت المعلومات اه مهم جدا جدا جدا. اه عليكم السلام ورحمة الله جميعا. انا عايش في خاتش بالي. عليكم السلام ورحمة الله جميعا. فالكتاب متقسم اربع مستويات المستوى الرابع. اه بعد المستوى الرابع ننتهر على الكتاب كله بازن الله ان شاء الله. طيب نهارنا ه actualina مراجعة سريعة كده بازن الله على اه جزء متعلق بايه بملاسة عمال imagen جاله في الايمان بالله. وقول ان ده الواحده مستوى يعني واحنا مقسمين الكتاب على اربع مستويات مستوى الاول بس هنتقم بالله. لان لو حققنا الايمان بالله آآ بصدق باخلاص بعلم هنلاقي ان باقي الكتاب كله حتى وحنا بنتكلم عن الصلاة وبنتكلم عن الصيام وبنتكلم عن الأحكام المعاملات مع عباد الله هلاقي أسهل ما يكون ليه؟ لأنه يتعلق القلب بالله طب هو القلب يتعلق بالله ممكن يقع في الزم ممكن يقع في الزم ممكن يقع في الزم ممكن يقع في المعصية ممكن يقع في المعصية طب بالعلم فادوا ولا ما فادوش؟ لا فادوا فادوا في ايه؟ فادوا انه راجع بسرعة فادوا انه لم يجاهر بالزم والمعصية فادوا انه هو تاب الى الله صلى الله عليه وسلم من فور. فادوا ان هو لم يصر على الزنب والمصيب. فالمستوى الاول استصر اللي هيبقى في الاختبار. اللي معاك كتاب من صفحة خمسة لصفحة سبعة وربعين. اللي هو الجزء المتعلق بالايمان بالله. الجزء المتعلق بالايمان بالله. من صفحة خمسة لصفحة سبعة وربعين. خلاص كده. اللي معاك بدي اف ممكن يقول لنا آآ الامان بالله بينتهي عن صفحة كام. انا اشمعال بدي اف بصراحة. اللي معه ممكن يقول لنا آآ جزء الايمان بالله احنا وقفنا لغاية صفحة كاملة. 살ي من اول كتاب لغاية ما وقفنا آآ في جزء ايه الايمان بالله. طيب بص اله نضمنا حاجات برضو الكتاب معانا متن وخمسين صفحة. الكتاب معانا متن وخمسين صفحة. الفصل الاول اللي هو بتق too on 130 صفحة 130 صفحة. يعني اكتر من نصف ايه? اكتر من نصف الكتاب. طب الفصل التاني اللي هو بتكلم في عن الفقه العبادات تمانين صفحة. طب الفاصل التالت اللي هو المعاملات والأخلاق والزواب والطلاق وحيو الزوجين واربعين صفحة. يعني عندي مية وتلاتين الايمان. تمانين اه فقه العبادات. اربعين اللي هو فقه هايه المعاملات. فشاهد يعني جزء متعلق باركانة الايمان. ده الاصلة يا شباب. ده الاساس. ده الاساس اللي انا ببني عليه المبنى بتاعي. فينفعش ابن المبنى على ارض زراعية رخوة. اكتشف بعد فترة ان ايه البيت ريح. ليه اصلا مش عامل اواعد اصلا على مكان صلب. انا عامله في طور بطنية ومش عامل اواعد اوي وعمل كده حاجة ايه لباني كده تماشي الحال. لا مش مش هينفع ابني عليها ادور عالية. يعني اللي نشوف بيوت اهلينة مسلا في الصعيد وفي الارياف وكده. هيلاقي اه هيلاقي ان البيوت اه البيوت اللي هي مش خرصانية يعني. البيوت اللي هي مبنية بطين وكده بتلاقيها هو دور واحد. يعني هو هيضوب سقف. ليه? لان ما عم فيش قواعد اصل اللي هو باني على طول. طلع بطوب لباني ولا طلع بشوية طين على شوية حاجات كده ايه عشوائية. فاخره ان هو هيطلع بس بالجدران. اه دور واحد وبعد كده هيقوم مسقف بقى اي حاجة. عامل اي سقف اي خشب اي جريد نقل اي اه اي حاجة في البيهة. السقف بتاعه. مش هيقدر يحمل عليه دور تانية. طب عشان يحمل عليه دور تانية لازم بقى ايه? لازم بقى خلصانة. طب عشان يطلع بدور تارية لا ده لازم يبقى فيه اواعد خلصانة شديدة. طب بيطلع تلاتة اربعة خمسة يطلع بعمرة لا ده لازم بقى الاواعد الخلصانية اقوى واقوى. وهكزا. فكل ما كان الانسان المبنى بتاعه قوي كل ما كان ايه? يعني اه كل ما كان الاواعد الخلصانية قوية كل ما كان المبنى يتحمل ادوار عليا. يعني اه سيزر بعض لغاية صفحة سبعة واربعين. يعني متاح لغاية صفحة سبعة واربعين. اللي مع البيدي اف لغاية صفحة واحد وستين. خلاص كده. طيب نبدأ كده نعمل مراجعة سريعة. في حاجات هعمل مراجعة سريعة على الجزء امام بالله. بعض الحاجات المهمة اللي هنقف عندها. وفي حاجات كنت احنا ماشيين كده اقول لكم الحتة دي مهمة. حتة المهمة دي بقى يعني اكتبوا رقم الصفحة بتاعاتكم حددوا عليها علموا عليها. المهم الجزئية دي تبقى مهمة. ان بقى احنا خلصنا الامام بالله. وعارفين ان في اجزاء مهمة. ما ينفعش ان انا اعدي عليها وانا ما عرفهاش. طيب. في جزئية بس واحنا بنبدأ كده في اه في المقدمة. حقيقة يعني مهمة ان احنا نبقى اخذين بالنا منها. في جزئية انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى حكم عدل. لسا اكتبوا اكل يعني محد مبارح فيه الجزئية دي. فيه جزئية ان الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم. وانه هو فعلا ممكن يدخل اهل النار الجنة زي ما فيه بعض من ينتسبون للدين والعلم. بيقولوا ان ربنا رحمن رحيم ورحمته واسعة كل شيء. فبالتالي ممكن فعلا يدخل ابو لهب الجنة. او ممكن يدخل ابليس الجنة. لان ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعت كل شيء. ورحمته سبقت غضبه. وربنا رحمن رحيم. وبالتالي ممكن فعلا ييجي في لحظة من لحظات أهل الجنة يبقوا في الجنة صحيح بس يبقوا أهل النار هم كمان يخشوا الجنة طوله ببساطة اللي بيقول الكلام ده وبيأكد على جزئية أن الله رحمن رحيم احنا كمان بنقوله أن الله رحمن رحيم بس احنا كأهل سنة منضبطين بفهم العقيدة والتوحيد بنضيف جزئية مهمة أو ايه هي مش بنقول رحمن رحيم قدير ونقف زي ما غيرنا يقولك فين ربنا ييجي وتعامل يعني وتكلم عن الزات الإلهية بشكل عجيب جدا والله المثال الأعلى يقولك فين أبو لهب فييجي أبو لهب يقول له انت كفرت بالله آه كفرت بالله طيب خلاص عفونا عنك يلا ادخل الجنة تكلم عن الزات الإلهية بشكل عجيب يعني والله المثال الأعلى الله سبحانه وتعالى يعني له كل الكمال والجلال والجمال حينما نتكلم عن الزات الله نتكلم بأدب مع الله سبحانه وتعالى الشاهد يعني أن هو بيقول ايه ليه قال كده قال كده لأن هو بيقول هو معتقد ان الله رحمن رحيم قدير. ايه انتش معتقد بكده انت كمان? لا معتقد بكده طبعا. بس في عندي زيادة بقى. زيادة في العلم بفضل الله. وهو ده اللي بيزبط اصلا البصل. ايه هي? ان الله سمت له حكم عدل. طب ايه الفرق? من ترماتية تقول لي ربنا رحمن رحيم قدير. بدون ما تضيف لها. حكم عدل. يبقى هنا في مشكلة خطيرة جدا في علمك بالاسماء والصفات. في اصل التوحيد. في اصل العقيدة. ليه? لان الله سمت له حكم عدل. حكم. حكيم. يضع الشيء الصحيح في موضوع الصحيح. لو اني قلت ان الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم قدير وبس وقفت على كده واحتجت بده ان اهل النار ممكن يخرجوا في يوم الايام من النار ويخلدوا في الجنة لان ربنا رحمن رحيم. طب فين حكم عدل? طب يعني ايه? لو ان الله سبحانه وتعالى ليس بحكم وليس بعدل وحشان لا يكون. يبقى ممكن كمان طالما ان الله قدير يبقى اهل الجنة يخلدوا فين? في النار. الله ما ربنا بقى ايه? رحمن رحيم وقدير. وقادر على كل شيء. قادر على ان يجعل اهل النار مخلدين في الجنة واهل الجنة مخلدين في النار. وكلام عبس. كلام يعني تخريف في العقيدة. تخريف في اصل العقيدة والتوحيد. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون. حكم عدل. حكم عدل. فالله سبحانه وتعالى رحمن رحيم صحيح لكن حكم عدل. في نفس الوقت حكم عدل. يبقى اهل الجنة خلود ان شاء الله ماتوا على الايمان. اللي يجي يقولك هو الجنة حكرة على المؤمنين. الجنة حكرة على المسلمين? ايه حكرة inmates على مسلمين. الله قمر الدنيا تخلقت ليه? لو انت معتقد ان الجنة مش حكرة على المؤمنين. وان الكافر ممكن يخلد في الجنة. الله طب ما احنا عادين ليه بقى؟ ما نعمل ما احنا عايزينه. طبعا انا ما ما بعملش كل اللي نفسي فيه له. طبعا النفس النفس. ممكن تكون نفسه قمرة بالسوق. عايز يزني وعايز يشرب خمر وعايز بقليه صحبة سوق وعايز يعمل منكرات وزنوب ومعاصر. ايه اللي منعه? ايمانه. اللي منعه ايه? طعته لله? عبادته لله? خشيته من الله? طب لو وقع في الزن بيتوب وما يكررهاش ويندم. ليه? انه بيحب ربنا. طب لو انا معتقد ان انا والكافر هنتساوي في الاخر. لان الله رحمن رحيم. طب خلاص بقى انا ما اعمل لا نفس فيه. نفس دي دي عايزة تروح للحرام. طب ما خليها تروح للحرام. ازا كان الكافر ممكن يخش الجنة. طب انا الراجل مؤمن. وعملت شوية زنوب ومعاصر ده ويعني شفرقة بقى. ان شاء الله ليه الجنة كده كده. كلام تخريف. عشان كده احنا بيتعلم العقيدة بيتعلم التوحيد. بتعلم الامان. عشان نعرف حدودي. اه مشكلة ان الواحد اللي بيختارك حدوده ده. بيبقى نتيجة ايه? نتيجة جهل. عشان نتيجة علم. هو بيتخنى هو مثقف. ويطالب بالثقافة المطلقة. يعني ايه ثقافة مطلقة عامة الحق? يعني الحرية المطلقة. يعني ايه الحرية المطلقة عامة الحق? يعني قولة انت عايزو. صقافة مطلقة. ايه ده? ببدأ بقى بزعم الفن وزعم ابداع وزعم الحريات في خضح في الانبياء مفيش مشكلة. يخضح في الذات الهيان مفيش مشكلة. يعمل رواية يتكلم فيها عن الذات الله والانبياء بشكل لا يغليقوا. wannachadamهم. يعني اه اتهم الانبياء بأفحش افعال. وما فيش مشكلة به? اه حرية بقى. ايه اداع. اداع. شوف الادع. شوف لما يعمل لك قصة كده ويطلع فيها الانبياء والرسل بقى اسماء وهمية يعني عشان ايه ما حدش يقيم عليه لحد بس قصة مفهومة. والقصة دي اتاخد عليها جايزة نوبل. دولا عن كل القصص. اتاخد اه اه جايزة نوبل على غصة بعينها. تخضح في ذات الالهية وتخضح في الانبياء. هي دي اللي تاخد جايزة نوبل. الله طب ليه? حري. ابداع. ثقافة. فن. فن انت تلاقي نفسك منباهر ايه ده? هما ايه والفن كده? طبعا انت عايزة بقى زي الناس دي. انا عايز زي بقى الرجل ده. احد بدرس بقى لي عشرين خمسة وعشرين سنة في كلية وبعد كده. هس ابدأ حياتي انا عان ستة عشرين سبعة عشرين سنة واحد تاني طالع عمل اغنية عمل بقى ترند اه بقى ملياردير اه ركب اكس في اغنية عملها. الله طبعا عايزة بقى زي الناس دي. انا اوجد مغي دي وضعها وقت. ما اشوف كده الناس الجو العام رايح فين? المزاج العام رايح فين? الناس عايزة ايه? الناس عايزة اه نهلس ونقول اي كلام خلاص نقول نهلس نقول اي كلام ما فيش مشكلة يعني اهم حاجة ان انا هاخد فلوس وهشتهر وهبقى غني. ولا حوض على القوة الا بالله. لا. العلم بيخليك فعلا تتعامل بشكل مختلف تمام. العلم بيخليك تبقى تقيل. ويخليك لما لو انت اخفصت النقى فيه. لو انت وقعت في الزم ترجع وتصح على المصار. لو انت وقعت في في معصية ترجع وتصح على المصار. اللي ما عندوش العلم بيفضل متمادي يا شباب. ليس كتب اتكلم مع احد الاخوة يعني من كام يوم. فبقول له حقيقي يعني انا برتجف وبترعب من من حاجة. شغلاني قوي. من زمان. فكرة ان الحسنة. ما عيش انا اخرجت عن المراجعة شوية بس بحيطة مهمة. فكرة ان الحسنة بعشرة الى سبعمائة الضعف والله يضعف لمن يشاء. وفكرة ان السيئة الجارية. ان السيئة بسيئة. لما ييجي واحد في الاخرة. ميزان سيئاته اصخل من حسناته. في حين ان اول تلتاشر اربعتاشر سنة من عمر البناء ادم. وقال لخماشر سنة لم يبلغ. عداد الحسنات شغال. وعداد السيئات واقف. هتخيلوا كده واحد مثلا شاب مثلا صغير كده في السن ايه بلغ عنده اربعتاشر خماشر سنة. خمستاشر سنة عداد الحسنات شغال. لو انه طالع عمل عمرة. لو انه بيصلي. لو انه بيتصدك. لو انه بيقول لك كلام خير. بيحفظ القرآن. بيعمل اي حاجة خير في مزار حسناته وعداد حسنات شغال 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 شغال. خمستاشر سنة. شغال ايه? الحسنات بعشرة اول عشرة سبعمائة والسبعمائة والله يضعف لمن يشاء. عمال يصوم خمستاشر سنة من عمره عداد الحسنات بس اللي شغال. والحسنة بعشرة الى سبعمائة الضعف طب وسيئات وقف يبدأ يعد السيئات اول ما يبلغ ورفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبية حتى يبلغ مجرد بلوغ الصبي او الصبية اللي بيحصل بيبدأ عدال السيئات يبدأ يعد طب يعد السيئة بعشرة طب السيدة بألف عشان نوازن لا 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 شوف من رحمة ربنا رحمة رحيم فعلا بقى من رحمة ربنا ان السيئة بسيئة مثلها طب تخيلوا لما هو ييج واحد في الاخرة يعني ناس الله سبحانه وتعالى العفاية لنا جميعا يعني يجي واحد في الاخرة يبقى ميزان سيئاته اصقل من حسناته ده عنده خمسار سنة في اول عمر يعني عشر اربعين سنة مثلا الاربعين سنة دول منهم خمستاشر سنة عداد الحسنات بس اللي شغال يبقى معنى كده انه هيتحسب على خمسة وعشرين سنة سيئات طب لما يبقى في خمسة وعشرين سنة سيئاته عدت الخمسار سنة الحسنة بعشرة الى سبعمية وكمان السيئة بسيئة ومع ذلك كان ميزان سيئاته اصقل من حسناته طب تفكر كده هو ايه اللي حصل يعني تيجي منين دي انا يعني طبعا الله اعلم يعني بالكيفية لكن في جزئية مهمة اللي هي ايه ان في سيئات جرية اكيد في سيئات جرية اكيد هو عمل حاجة في الخمسة وعشرين سنة دي خلت ميزان سيئاته شغال حتى وهو ميت يعني هو ميت وعدات سيئاته شغال لان زي ما فيه حسنات جرية فيه سيئات جرية يعني الفنان ولا الفنانة اللي بيتقال عليهم فنانين ويطلع يعمل فيلم فيه تبرج وفيه عري وفيه احضان وفيه وفيه دي هتموت وده هيموت وفيه اجيال من بعدهم هتتفرج على هم عملوه في يوم الايام عدات سيئاته مشغال هو اخد خلاص العشر تلاف جنيه ولا عشرين الف ولا مليون جنيه عن اللقطة ولا الفيلم ولا مسلسل لكن فيه اجيال هتتفرج على انت عملته لو انت ما توبتش منه ومت بدون توبة هتفضل السيئات الجرية دي في قبرك عملها شغالة يعني سيئات جرية فزي ما فيه حسنات جرية فيه سيئات جرية فالأمر شديد فلسك بتقوله الأخي يعني بقوله اكتر حاجة اللي ساموك يتفزع منها فعلا انه يبقى ليه سيئات جرية انه عدات سيئاته ميت وعدات سيئاته شغال فالمؤمن بقى اللي بيعنده علم على الأقل الحتة دي متقش موجودة ان شاء الله بإذن الله يعني على الأقل الحتة دي متقش موجودة يعني لو انه وقع في زنبة أو في معصية هيتوب منه طب مات بدون توبة فيظل في الآخر ده هو مستتر ده هو ما بيجاهرش بالزنبة والمعصية اصلا ما بيجاهرش بالزنبة والمعصية اصلا مش بيصر على الزنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبالتالي ان شاء الله بإذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله يرجح أو الغالب بإذن الله تعالى انه بعدات حسناته أصغر لأنه هو ترك صدقات جرية او ترك أعمال جرية حسنات جرية ولم يترك سيئات جرية فطول ما هو ميت عدات حسناته شغال وعدات سيئاته بإذن الله وقف زي ما كان وقف كان واقف قبل 15 سنة قبل ما يبلغ كمان لما جي يموت إن شاء الله أنا عنده سيئات جارية فلي بيجاهر بالزنب والمعصية واللي يكتب كتب أو روايات أو قصص يبقى فيها حاجات إباحية أو أو يعمل أفلام أو يعمل كلام ده كله حدد سيئاته شغال فدي أمر اللي لازم ننتهي منه العلم يخليك تبقى منتبه إنك على الأقل بالخشية من الله مش هتعمل سيئات جارية أنت ممكن تعمل سيئات لكن مش جارية ممكن تقع فيه زنب أو معصية إن شاء الله هتتوب منه لكن مش هتجاهر بالزنب وتصر على الزنب وتنشر الفحشة بين الناس فده أمر مهم جدا فأنت تحكم بين عبلك فيه مكانه فيه يختلفون فتعلم يا شباب التوحيد الأسماء والصفات تعلم أسماء للحسن حقيقي يعني بيرقي الإنسان وبيخلي قلبه فيه وجل من الله سبحانه وتعالى ولما بيقف الزنب ومعصية بيتعب بيتعب مدرش يتحمل حاسن هو إيه ده إزاي أنا أقع في الزنب والمعصية دي إزاي أنا أخطئ في حق الله إزاي أنا أعمل كده بيبقى نفسه اللوامة بتبقى شديدة أو عليه وبالتالي ما بيستمرش اللي ما بيبقاش عنده علم بالله ولا يعلم من هو الرحمن الرحيم الغفور الشكور السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الودود لم يتعلق بالله بيبقى سهل عليه أنه يعمل الزنب مرة واثنين وثلاثة واربعة ومش بس لا سنة واثنين وثلاثة واربعة ومكمل وديس بنزين ليه؟ أصلي يعني أنا مؤمن بقى وإن شاء الله كده كده هدخل الجنة طب ما أنا أدراك أنك هتموت على الإيمان طب ما أنا أدراك أنك هتقبل منك التوبة طب ما أنا أدراك ما أنا أدراك فالشاهد يعني العلم والله والله من أكثر الأمور اللي تخلي الإنسان فعلا يرتقي مع الله سبحانه وتعالى لو أن احنا فعلا جدين في إهدنا الصلاة المستقيم ولأننا جدين فعلا في جنة الرحمن الرحيم يعني لعلها المنجاية لعلنا وحنا نعلي في المجلس زي جدوقتي يعني نتوب لله سبحانه وتعالى وربنا يتقبل مننا جميع إن شاء الله صالح الأعمال بإذن الله طيب إحنا آآ أنا همشي بقى بالكتاب ولو حد متابع معايا في آآ في الفرق بقى قد إيه ويقول لنا يعني طيب إحنا تكلمنا على إن فيه بعض الأمور التي لا يسعى مسلم جهلها وإحنا تكلمنا فيها عن آآ موضوع الكتاب أصلا نتكلم عن أركان الإيمان نتكلم عن أركان الإسلام نتكلم عن أركان آآ نتكلم عن الأحسان طيب أنا في صفحة آآ تلاتاشر صفحة تلاتاشر فيه جزئيتين مهمين جدا في صفحة تلاتاشر دول غالبا لازم هيجي فيهم الامتحان جزئية الأولانية اللي هي آآ أركان الإيمان ما ينفعش شعبين أنها مش عالف أركان الإيمان من آخر بقى بنا مع بعض الشهور ولحد هذه اللحظة في ناس بتخطي أو بتقع فيه خطأ آآ في الجزء المتعلق بالإيه بالآآ بأركان الإيمان آآ السيد هيبة بتسأل يعني إيه سيئات جهرية زي ما فيه صدقات جهرية واحد راح برا مسجد واحد راح اشترا مصاحف حطها في مسجد واحد راح عمل آآ كل در مية عمل وساط مية عجب ببطاطين سقف للناس بيوت فدي صدقات جهرية لو إن النهار ده روحت آآ وصلت إلى واحد مية مثلا في الأرياف أو عملت لواحد سقف عاب نغير سقف وأنت عملت له سقف تلات أربعة تلاف جين ونت جابه شط خشب وسقفت له الكلام ده زي ما فيه جامعك خيرية كتير بتعمل القصة دي فدي إن شاء الله حسن يا جهرية جيت طالب علم وتكفلت به عشان يتعلم عشان يسافر في بلده يروح ينشر العلم خلاص فتكفلت به أكلك شربه لبسه دويته كتبه طب تكلف كم يعني أنت محتاج كم في الشهر محتاج ألف جنيه أنا هتديك الألف جنيه دي في كل شهر وبس ركز لي في العلم مثلا يا هتديك ألفين جنيه وركزي في مثلا فدي صدقات جهرية كل دي صدقات جهرية لو أنا مدت النهاردة هيفضل عدات حسنة يشغل طب يعني إيه سيئات جهرية سيئات جهرية يعني برضو واحد ترك زنب الزنب ده هفضل مستمر يعني تخيله كده النهاردة ولا عايزه بالله يعني واحد صور فيلم إباحي واحد صور مع واحدة مثلا فيلم إباحي ونشر الفيلم ده عن نت زي الكوارس اللي كنت بسمحها الفترة اللي فات إن فيه بعض المواقع فتحت في مصر وفي الدول الإسلامية إن زي ما على اليوتيوب بتاخد فلوس لأ أنت ممكن كمان على المواقع الأبعالية تاخد فلوس فيبقى مثلا مع زوجته أو مع أي مثلا إنسانة وقع في الزنة معاها يصور الكلام ده ويرفعه على النيت عشان ياخد فلوس مقابل الكوارس يعني شتخيل الإنسان اللي فكر في كده عشان ياخد له كم دولار مثلا في حسابه ده 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 إيه ده طب تخيله بقى إن الرجل ده مات والفيلم ده الناس عملا تتفرج عليه عن نت تلاتين اربعين خمسين سنة ميت سنة قدام زي ما بوقف؟ لا ما وقفش لا ما وقفش أدال على الخير كفاعله وادالك على الشارك فاعله واحد نهار ده عمل حاجة زي كده ومنتشرة تخيله أول واحد مثلا يعني عمل مصنع سجاير مصنع صغير كده كان في حتة كده ومصنع سجاير وبعد كده فيه مصانع تانية أخرت الفكرة بتاعته وعملت مصانع سجاير عندنا بقى مش عارف نوع ايه ونوع ايه ومصانع بقى ايه سجاير طب كل المصانع دي في مزان سيئات أول واحد عمل مصنع أول واحد افتكر القصة دي أو افتكرها وأبدع فيها وفن فيها سيئات جاري سيئات جاري في مزان سيئاته أول واحد عمل سلاح مثلا معين لقتل الأبرياء والناس بأكاسة خدمت السلاح ده وهو مات أصلا في مزان سيئاته فأصعب شيء إن الإنسان يبقى ليه سيئات جاريه يكون شريكو زيئات جاريه اكتهدوا في ده لأن الظلم وظلمات يوم القيامة احنا مش نقصين احنا كلنا عندنا يعني مشاكل فانتوب لله سبحانه وتعالى أركان الإيمان يا شباب صفحة تلتاشر أركان الإيمان لاغنى عنها ما ينفعش أبقى أنا راجل مؤمن ومعرفش أركان الإيمان ما ينفعش أركان الإيمان حينما سأل جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان صلي على حيوك النبي مش هجل سنصره صلي على حيوك النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشريه يبقى دي أركان الإيمان الستة ما ينفعش بقى أجل أخبطك بقى قولك من أركان الإيمان الصلاة والجسوم والزكافة نقوله أيها صحة ما ينفعش بقى بقى هرسنا القصة دي في كذا فيلم ما قبل كده في كذا اختبار معان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسلي واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيري وشري ده في صحة 13 طيب معنى الإيمان معنى الإيمان ده مهم جدا يعني الإيمان قولنا الإيمان قول وعمل وده غالبا لازم يجيلكوا سؤال في الاختبار الإيمان قول وعمل لازم أفهم الحتة دي قوي لازم أفهم يعني الإيمان عشان لما أجي أعف زنب ومعصية لو أنا مش فهم طبيعة الإيمان عند أهل السنة أقول آه لأنا منافق لأنا طالع بقل الناس دروس وعمل أعمل وكمان في الآخر راح أعمل مش عارف إزاي زنب معين يبقى أنا منافق لأ أنا عشان فاهم الإيمان ففاهم أن أنا مش منافق طب لما عندي موكيب عندي زنوب موكيب عندي زنوب أنا بني آدم مش ملك مش بخبي الجناحات وراداري ممكن أعف زنب ومعصية طب لما أعف زنب ومعصية أعمل إيه استغفر واتوب لله وما صرش على الزنب ما جهرش بالزنب وكمل المشهر لله سبحانه وتعالى وأنا مستغفر تائب وعزم النية على عدم العودة لأننا فاهم الإيمان فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطعاط وينقص بالمعصية فتعريف الإيمان ده مهم جدا 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 يا شباب أننا يبقى عارف الإيمان وقلنا القول اللي هو قول القلب وقول اللسان قول القلب اللي هو التصديق خمس خطوات فيه تعريف الإيمان إن شاء الله أبعتها لكم على الجروبات بإذن الله خلاص قول وعمل يبقى الإيمان طلع منه سهمين قول وعمل القول خارج منه سهمين قول خارج منه سهمين قول القلب اللي هو التصديق سمعت عن الإسلام سمعت عن القرآن سمعت عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فصدقت هنا يبقى اسم قول اللي ايه قول القلب طيب وفيه ايه بعد كده في عندي قول اللسان اللي هو النسان نطق بالشهادتين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد الرسول الله دي خطور رقم ثلاثة يبقى أنا عندي قول وعمل القطور رقم واحد إن أنا سمعت عن الإسلام فحصل عندي نور في القلب تصديق بما سمعت طيب قطور رقم اتنين عمل القلب من أصل التقوى والشكر والحمد والخوف والرجاء والمحبة طيب خطور رقم ثلاثة قول الايه قول الايه اللسان اللي هي الشهادتين طيب خطور رقم اربعة عمل اللسان وعمل الجوارح للخطور رقم خمسة بالتبادل يبقى أنا عندي خمس خطوات عشان أبقى فاهب الإيمان إن فيه حصل قول القلب اللي هو التصديق تولد عن قول القلب أصل أعمال القلوب من أصل الخوف والرجاء والمحبة يا واحد جاء قال لي أنا مؤمن بالله والملائكة ومؤمن بكل حاجة سنجل خايف من النار ده كده لو قال لي أنا مش خايف من النار كده انتفى عنه أصل الخوف من الله كده يكفر بالله طبعا أنا مش أكفره تقول ليش أنا مش خايف من ربنا الله سبحانه وتعالى قال في حق زكريا وزوجتي إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا إيه رغبا ورهبا فالأصل إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة ليرغب العباد في دخول الجنة وخلق النار ليخوف العباد من النار فما جيش تقولي أنا بحب ربنا يدخلني الجنة يدخلني النار أنا مش فارق معايا أنا ولا فارق معايا جنة ولا فارق معايا نار ده كلام كفري لأن يدعوننا رغبا ورهبا فأنا بحب أعبد ربنا ليه لإني محب لله عندي أصل المحبة لله ربنا اللي خلقني وأنعم علي وهداني ورزقني الزوجة ورزقني الأولاد ورزقني كذا وكذا من نعم الدنيا فأنا بحب ربنا طب وإيه كمان ونفسي في الجنة بقى نفسي أشوف ربنا في الجنة طب وإيه كمان خايف من العذاب خايف من غضب الله خايف من الجحيم خايف من القلب حلو يبقى عندي كده محبة وخوف ورجاء لهيه إيه لشروط العبادة أو أركان العبادة فالشاهد يعني إن في قول القلب اللي هو التصديق تولد عنه أصل أعمال القلوب تولد عنه قول اللسان اللي هي الشاهدتين وبعد كده فعل اللسان من بقى قرأة الكرآن والدعاء وتلوة الكرآن والذكر وكلام الخير والاستغفار والتوبق كل ده اسمه إيه فعل اللسان وفعل الجوارح نحن نستخدم الحواس وإداية ورجلية في طاعة الله ده الإيمان قول وعمل يزيد بإيه يزيد بالتعاط ينقص بإيه ينقص بالمعصية فده أمر مهم جدا وغالبا هجيلكم في الاختبار إن شاء الله لازم دايما في حاجات بصوا شباب في حاجات هتلاقوني دايما إحنا ماشيين كتب العقيدة أنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يقدر لنا البقاء مع بعض إن شاء الله كتب العقيدة لغينا عنها يعني ممكن هتلاقونا في مرة أخذنا مع العقيدة فق ومرة تانية أخذنا تسكية والعقيدة ماشي وكتب مرة تانية طب خذنا فقه وحديث طب فقه وتسكية طب والعقيدة ماشي العقيدة على طول مستمرة بإذن الله لا غنى عن العقيدة لا غنى خذوا بيكم الحيطة المهمة قوي لا غنى عن العقيدة والتوحيد لا غنى ما تقولوش أبدا أنا الكلام ده سمعته قبل كده الكلام ده عد علي قبل كده أنا لسه لسه مبارح كنت في درسل أحد المشيخ يعني ربنا يحفظ مشيخنا جميعا يا رب وكلام كله عن إيه على العبودية وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون كاملة أبقوله لكم ده بقالي فترة طويلة عمالي أسمعه من المشيخ وكأنني بسمعه الأول مرة لأن حقيقي يعني واذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين هو تفتكروا أن أنت عرفت المعلومة فكده خلاص لا ده التذكرة بالمعلومة دي بتثبتها وتسمع الشيخ يعني ربنا أسمع عن التوحيد وأقسم التوحيد والتوحيد ده قصة أصلاحي مش شرعي والتوحيد ده عبارة عن إيه واستدلال بالآيات ودلالات الفطرة وده المكلام ده الكلام ده أنا حافظه ده الكلام ده أنا أسمعه غايبا أيها بس لما بتسمعه تاني بيثبت لك المعلومة بيأكد لك المعلومة بيأكد لك أنت فهمت صح فعلا حقيقي يعني تكرار العلم إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكرار العلم هو اللي بيثبت المعلومة يعني أنا أنبسط جدا لما أجأ أسأل سؤال دلوقتي في حاجة احنا قلناها قبل كهة كتير ولاي أكتر من حد بيجاوب على هاجابة صح كده يبقى أنا نجحت معاك وفضل الله المعلومة سبتت لأن أحيانا كتير في الأول بيبقى مش فاهم أنا عملت أقول لي إيمان وعملت أقول لي إسلام وعملت دخل التوحيد في بعض وتقسيمه اصطلاحي مش شرعي وتقسيمه هنا خريط الزنوب المكلام بيتعاد بيتعاد كذا مرة بكذا طريقة مختلفة باستدلالات مختلفة بيثبت المعنى في القلب فبيبدأ فعلا إيه نسلم به ده كده في صفحة طلات عشر صفحة اربعة عشر نتكلم عن الحتة اللي أنا أكتب بقول لكم عليه مهم جدا أن أنا أبقى فاهم عن الحتة دي اللي هي إيه أقسام التوحيد هو التوحيد أقسام آه مش أقسام آآ أنوزه ومالية نصر لا 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 أقسام أقسام يعني فروعة خلاص كده مش اسم آآ مش عارف ايه لأ أقسام التوحيد التوحيد وقلنا التوحيد ده تقسيم اصطلاحي مش شرعي يعني إيه تقسيم اصطلاحي مش شرعي والحتة دي مهمة غالبا أهجلكم الفرق بين التقسيم الاصطلاحي والتقسيم الشرعي يعني أقول لكم هو الاختبار اعملكوا اي تاني مش عارف خلاص فرق بين تقسيم لازم انا فاهم ان فيه حاجة اسمها تقسيم اصطلاحي عند العلماء وتقسيم شرعي هترتب عليه حلال وحرام يعني ما اجي اقول شرك اصغر وشرك اكبر فده تقسيم شرعي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده هترتب على ان الشرك الاصغر زنبه اقل من الشرك الاكبر المخرج من الملة طيب التقسيم الاصطلاحي ده تقسيم للعلماء في هذا الفن في فن مثلا العقيدة او التوحيد ففي هذا المجال او في هذا العلم قسموا المسألة دي لتلات اقسام فيه اللي قسمها اتنين فيه اللي قالوا والله هدول تلاتة فيه اللي قالوا والله هدول اربعة ما عنديش مشكلة المهم ان في الاخر التوحيد ايه كتلة واحدة لا تجزق التوحيد كم قسم؟ تلاتة ده على الراجع كم قسم؟ تلاتة لان فيه من قال انه هو علمي وعملي توحيد علمي وعملي هتعلمنا الربوبية واسماء اللي الحسنة العملي اللي هو ايه؟ الالوهي طيب. وفيه اللي قالهمه تلات اقسام. توحيد الاسماعة والصفات, توحيد الربوبية, توحيد الالوهية. احنا في الامان بالله. عايزين نتعلم ايه? عايزين نتعلم التلاتة. خذ ابقى عشان بس لما تيجي تقول لك ايه. سؤال دا بيجي كتير. انا ازاي اه اه احب ربنا اكتر? ازاي احقق الامان بالله اكتر? اعملها ازاي? ما عشان احقق الامان بالله اكتر محتاج افهم اللي فيه اقسام تلاتة هحاول ازود ايماني في كل واحدة بالتلاتة هلاقي الايمان ايه اللي حصل فيه زاد طب لو انا اصلا مش عارف هيبقى موضوعه صعب فالتقسيم للصلاح ده مهم عشان اعرف اقسم المعنى التوحيد لا اله الا الله الايمان بالله لو لا اله الا الله ايوة اعمل ايه قلنا فيه تلات اقسام توحيد الربوبية او نبدأ بتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبية توحيد الالوهية والتقسيم ده بنفس الطريقة دي ده الرجح عندي لان هتلاقي فيه احيانا فيه بعض الكتب بتبدأ بالامام بالربوبية عن الاسماء والصفات ويجيب الاسماء والصفات في الاخر يعني يجي يقولك الربوبية الاول نوحد الله بافعال الله ثم نصرف العبودية لله ثم نتعلم الاسماء والصفات نزداد صرف العبودية لله ده دي سك في سكة تانية انه ممكن يجي يقولك لا ابدأ بالربوبية وبعد كده الاسماء والصفات وبعد كده هتصرف العبودية لله. وده اقرب لله انا بقوله. اللي انا بقوله ايه بقى? لا ابدأ بتوحيد الاسماء الصفاء ابدأ بتوحيد الاصفاء. خلاص انت بتقر وحديد بتقري ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق. خلاص? مقررين بده? مصدقين بده? تمام. تعلموا بقى اسماء للحسنة. تعلم اسماء للحسنة هو اصل التوحيد. هو ده اللي بيخلي الانسان بقى بعد كده لما يتعلم يعني ايه ربوبية ويعيش بقى بمعاني ان الله شريع خلاص هو تعلم اسماء للحسنة وتعلق قلبه بالله. فلما يجا يقول له ان الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل خلاص هو مسلم. لما يقول له ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون هو مسلم. لما يجا يقول له ان الله سبحانه وتعالى عليم حكيم عدل مسلم. فتوحيد الاسماء الصفات انا في تقديري انا المتواضع جدا هو ده الاسوب. اذا اتعلم اسماء للحسنة فيتعلق قلبي بالله. وتعلم بعد كده توحيد الربوبية. اتعلم بقى في آآ الدلالات زي ما هنشوف دلوقتي. وبعد كده التوحيد القلوهية في الاخر اللي هو صرف العبودية لله. يبقى انا مش هعرف يا شباب اخشع في صلاة. ولا هعرف احقق طيب سازة هيبة. ايه ده انا اتلغبطت بالراحة شوية. هو بالراحة شوية عشان قصديمه راجعة. انا مش بشرح. انا بيراجع. فالمفترض ان الكلام ده احنا عدنا عليه في الدروس الفاتف. هقولها سريع كده. التخصيم الاصطلاحي ده تخصيم العلماء. علماء اهل السنة قسموا بعض المسائل تقسيم اصطلاحي. يعني ايه تقسيم اصطلاحي? يعني هو كله كتلة وحدة. بس قسموا وقالوا ده معناه كذا وده معناه كذا. لكن في الاخر مش هترتب عليه حلال وحرام. هو كتلة واحدة. يعني انفعش واحد يقول انا مؤمن بالله ربا ومؤمن بالله باسماء وصفاته لكن مش هصلي لله. مش هصلي لله ده يبقى نافى توحيد الايه? الالوهية. بس هو مؤمن بالاسماء واصفاته مؤمن بالربابية. نافى قال انا مش هصلي انا في عمار بلي وبالربنا. طب يا عم صلي. لا انا مش هصلي صلي انتو. انا مش مختلف بموضوع الصلاة ده. ده كده اللي حصل عنده. ده كفر بالله. مع انه موحد بالاسماء واصفات وموحد بالربابية لكن هم في الاخر كتلة واحدة. ما ينفعش اقسمهم. اه اه وما البقسمهم ازاي? بقسمهم تقسيم الصلاحي. عشان اقرب المعنى. اقرب مفهوم التوحيد. لكن لازم عشان اكون موحد بالله لازم اجيب التلاتة. لازم يكون عندي اصل التلاتة. لازم يكون مؤمن باسماء الله ومؤمن بان الله هو الرب الخالق الهادي المالك الذي له الملك والامر والحكم والنهي والتشريع وهو الرزق. خلاص? ومؤمن بايه? بصرف العبودية لله واحدة. فالمشكلة بتيجي فين? ان يجي مسلا واحد يقولك انا بحب ربنا وعندي فعلا الدلالات على ده. وفي نفس الوقت بيصرف العبودية للبدوي والحسين وطب ده كده وقع وقع فيه شركيات. لانه لم يصرف العبودية لله. شاهد يعني. تقسيم الاشتراك الشرعي هيترتب عليه حلال وحرام. التقسيم الاصطلاحي ده تقسيم تفهيم تبسيط المعلومة. تبسيط المادة. لكن في الاخر هو كله ايه? كتلة واحدة. طيب. طيب في جزئين بس صفحة اربعتاشر انا بس بأكد على اقسام التوحيد يا شباب. وتوحيد اه والاصطلاحي والشرعي. والاصطلاحي والشرعي ده هيجيلكم في الاختبار غالبا ان شاء الله. انا قلت لكم اللي عندي. يعني اه زاكروا عشان انا بحبها لغباطكم. عشان اعرف بس مين اللي كم يزاكر ومين مش كم يزاكر. يعني انا انبسط قوي لما خلص الكتاب الاقي كده في مجموعة مش كبيرة. مش 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 هنبسط بالكم هينبسط بالكيف. ان المجموعة دي خلاص ماشية معايا نكملها كتاب في كتاب في كتاب في كتاب. بفضل الله. لقوا متينة. يعني ما هجي اسأل فاسئلة كنا عدين عليها مسلا في كتاب قبل كده مع الكتاب اللي احنا فيه هلاقي الدنيا ايه متينة. فاحنا كنا بنعيده باشكال مختلفة. فشايت زاكروا. زاكروا انا بقول لكم اقول الاسئلة جاية ازاي. طيب صفحة اه خمستاشر. صفحة خمستاشر. فبين ان جميع الانبياء قد جاءوا بالتوحيد. دعوة الانبياء جميعا واحدة. دعوة الانبياء جميعا واحدة. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني وما ارسلنا من رسول يا محمد من قبلك الا وجميع الرسول والانبياء يدعون اقوامهم بالتوحيد. لا اله الا الله. طب الشريعة ممكن تبقى مختلفة. ممكن يبقى فيها اختلاف ما بين التوراة ما بين الانجيل ما بين الاسلام. ماشي. لكن ان الدينة عند الله الاسلام كل الانبياء والرسل كانوا مسلمين عقيدة بيدعون اقوامهم للا اله الا الله يدعون اقوامهم بالتوحيد ومنوح بلاش اسئلة خبيثة انا بتاع كده مفيش لغباطة لأي حاجة خالص الموضوع سهل خالص يا شباب يعني لو في حاجة حد مش فاهمها يبعث لي حتى على الواطس وادخلكوا ان شاء الله بعد كده او لما نفتح الجروبات اللي عنده اي سؤال في اي حاجة يكتبها بس على جب ويكمل معايا ان شاء الله شكرا ما ايه دماغا ما تقفش اي حد عنده اي سؤال يكتبوا على جنبه ويكمل مع بعض ان شاء الله خلاص بقى دعوة الانبياء جميعا واحدة العقيدة واحدة كل الانبياء والرسل كانوا ايه كانوا مسلمين فده امر مهم فالدعوة الى عبادة الله وحده واشتناب ما يعبد من دوني كل الانبياء والرسل كانوا يؤكدون عايزا معنا ولاء وبراء يؤكدون على البراءة من الكفر والكفرين والولاء لمين للمسلمين امر ده مهم جدا انه ما يتوش عني فقضية التوحيد وانا ده سؤال اجباري خدوا بالكم سؤال اجباري صباحة خمستاشر قضية التوحيد ده يا شباب تكتبوا جنبها كده عشان تبقوا فاكرين سؤال اجباري ما تجيش تقولي طب انا مش جواب على السؤال الاجباري هلس هتصعد طب انا مسئلت هروح فين هتخلط في النهار حضرتك ده سؤال اجباري تخيل انت كده ولا المسألة اعلى تخيل دخلت كده وقلت الكلية كتير دخلت انا في الكلية عندي ودولي ورقة فيها اسئلة السؤال الاول اجباري الدكتور كابي اكدب لي جنبها التخلف عن هذا السؤال او ترك هذا السؤال يترطب عليه السقوط في المد منفعش اسيوه سؤال اجباري عليه واحد وخمسين في المية من الامتحان عليه ستين في المية من الامتحان طب ده انا جاوبت السؤال التاني والتالت والرابع زي الفل انا قفلته قفلت التالت اسئلة لبعدهم تاني تالت رابع قفلت الاسئلة هو فيه لينكات كده بتطلع بتاعة يوتيوب انا شايف ايه لينكات دي فريت يا شباب يعني مفيش ياريت بلاش لينكات انا محبش انشر حاجات انا مش عارف ايه مصدرها انا مش عارف ايه اللينك انت حطه ده معي يا شباب فجزيلي مهمة جدا انا جاوبت السؤال التاني والتالت والرابع زي الفل بس السؤال الاجباري اللي هو بيقول لي من ربك ما دينك ما قولك في الرجل الادري بوعسة فيكم انا ولا مؤمن بالله ولا مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بالنبي محمد صلى الله ايه اللي حصل في السؤال الاجباري ستين في المية راحوا بس انا جيت اربعين في اربعين اربعين من اربعين في التاني والتالت والرابع انت سقطت حولك انت مخلط في الناش ده سؤال اجباري ما ينفعش طب ده كان عامل جمعية خيرية وكان بيحسن لأبوه وامه وكان الناس بتحبه يا سيدي كان مات على الايمان ولا مات على الكفر مات على الكفر يبقى معنا كده ستين في المية راحوا منه سبعين في المية راحوا منه انا بديك بس طبعا يعني ارقام تقديرية تقريبية عشان تفهموا المعنى اننا ممكن عندي الاختبار في الدنيا اننا في ايمان بالله ووصول لدين الحق وفي نفس وقت عندي بقى احسن لعباد الله وعندي احسن للحيوانات وعندي احسن ماشي كل ده حلو يعني يتلاقي يقولك بيهتم جدا بالقطط وعامل حملات قوية جدا على الحفاظ على الاحسن للقطط فتيكتوا ليه يا شوفي شوفي يا اخي الجمال شحنا عملين نعمل ايه في البشر وهو بص مهتم بالقطط ايه يصيرهم مهتم بالقطط بس ده كافر خليه هو والقطط بتاعته بقى ربنا يوفقهم ده هيخلط في النار ده هيموت هيخلط في النار يعني فرحتي ان هو فرحان بالقطط ولا بيخاف على القطط ولا عمل حقوق الحيوانات ولا عمل حقوق اللي مش حيوانات وفي الاخر كافر بالله لو مات هيموت مخلط في النار طب انا ممكن ابقى رجل مؤمن وعندي بقى ولا باهتم بقططة ولا باهتم بكلب اه دي في الاربعين في المية حترة في الاربعين في المية عندك مشاكل فيها سقط فيها لكن نجحت في ستين في المية جبت الامام بالله ولو دخلت النار هيبقى ده بمشيئة الله على قدر السيئات اللي انت عملتها على قدر الفرق ما بين كافة السيئات والحسنات هتدخل النار إلا يا شاء الله سبحانه وتعالى لعلك ربنا يخفر وتدخل الجنة بلا صابقة عذاب كل ده في مشقة الله لكن خلونا نفهم أن الجزئي دي مهمة جدا أن جميع الأنبياء قد جاءوا بالتوحيد ده سؤال إجباري على كل البشر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحتى يارس الأرض من عليها كل البشر من بني آدم وكل الجن كله هيحاسب على هذا الاختبار وعلى هذا السؤال تحديدا وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ما أريدوا منهم الرزق وما أريدوا أن يطعمون إن الله هو الرزاق وذل القوة المتين الكل هيتحاسب على الحتة دي تحديدا أنت بقى تطلع من نطحات سحاب تطلع الأمر تطلع الشمس تطلع مريخ اطلع مطلع ما تطلع برحتك اعمل التكنولوجيا أنت عايزها إن شاء الله ربنا وفاقك لكن لو قطعت من نطحات سحاب بنيت لعمارة وعمرت الدنيا وبنات عمارة امتين دور وفي الآخر جيب تقولي عن سنة عبد الفاردة خلاص أنت يعني هيبقى خلودك فين؟ هيبقى خلودك في النور فالجزئية مهمة سؤال إجبالي صفحة خمستاشر قضية التوحيد طيب صفحة سبعتاشر صفحة سبعتاشر عندي جزئية مهمة هي قوي اللي هي إيه؟ أن الإيمان الإيمان شرط لصحة وقبول العبادات قلنا فيه شروط لقبول العمل حد فاكرة؟ شروط قبول العمل حد فاكرها؟ حد فاي؟ حد صاحي؟ حد شرب شاي أو نسكفيه قبل ما يبدأ الدرسة معي؟ حد فاكر شروط قبول العمل؟ غير ما ببص في الكتاب شايفك شايفك يا محمد ما تبصش في الكتاب يا محمد ما تبصش في الكتاب ها؟ حد فاكر شروط قبول العمل؟ تصارق بيسأل نظام اللي امتحان إيه وعبارة عن إيه؟ ما أنا مش عارف بسرعة ما عارف أقولك امتحان إن شاء الله هيبقى بسيط جدا امتحان بيبقى على جوجل فورم بنمعت اللينكات على جروبات الواتس اللي مش معنا بقى في جروبات الواتس يبعت لي عشان يخش وليت حد يكتب لنا بس اللي ايه؟ رقم التليفون الخاص بالأمور الدعوية بتاعي خلاص يكتبوا كده عشان بس لو حد ما معنا عايز يدخل معنا على حاجة خلاص الاختبار إن شاء الله يبقى على جوجل فورم ويبقى اختيارات ان شاء الله بسيط وإحنا عندنا في الكتاب ده في أربع اختبارات ده الاختبار الأول إن شاء الله أستاذ محمد حبيبي جزاك الله كل أخير أيوة كده أيوة كده حبوكوا كده وانتم مركزين أيوة كده ماشي في حد زود حتة ماشي اخلاص النية ماشي هنمشيها اخلاص النية ماشي أيوة هي دي الآلة أنا عايز ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة تلت شروط يا شباب فيه بالأهل العلم اللي قال شرطين على اعتبارة أن لاتكم مؤمن أصلي وانا عندي اجتهاد مع اجتهاد مشايخي أن لا أذكر الثلاثة أن إيمان اخلاص اتباع لازم الثلاثة دول تقول لك شرطين بعد شرط شرطين بعد شرط اخلاص واتباع بعد الايه بعد الإيمان ومن أراد الآخرة اخلاص عمل الفعل ده لله أنا قاعد معاكم دلوقتي وبحاول أخلص قلبي وعلى دع ربنا يا رب بيجعل هذا العمل خالصا نواجه الكريم أنا ولا عايز حد يسمعني ولا عايز حد يشوفني للشهرة أنا عايز أخذ بأيدي الناس بأن عبادة الناس لعبادة رب الناس دي نياتي وبالي ربنا إنه يخلص إنه يافيه فيبقى فيه إخلاص ومن أراد الآخرة صلى لله صام لله تصدق لله مش تصدق علشان الناس يقول إيه بص الرجل بيتصدق ده لسه متصدق أول مبارح ده بصد تصدق كمان النهاردة يا سلام فهو بقى فرحان بالجاو ده وعمل يتصدق ويقول للناس إنه هو متصدق علشان إيه أوه هنا ممكن يخش الرياء ويحبط العمل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه فالإنسان يخلص العمل لله ويجدد النية قبل وأثناء وبعد العمل طيب يبقى فيه إخلاص ومن الرجل الأخيرة وسعى لها سعياها آه ده هو ده سعى لها سعياها ده سمات أهل السنة والله لو عايز أعرف أهل السنة في كل زمان وكل مكان ركز على دي لأن ومن أراد الآخرة أي حد بيقول ده أنا بحب ربنا ده أنا بعمل العمل ده بحب ربنا لسه واحد عمال يحكي لي إنه في مكان كده في مكان في مالية مصر من كم يوم جوم بقى الجماعة اللي هم بتوع الصوفية وبتاعه بدأوا يفقروا ونس خافت وإيه وبعدوا بعيدة عنهم وبتاعهم مع الله 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 وإيه بجميع بقى ضخمة جدا والناس خافت منهم قلت لك بس بحدي جانبهم هاتبحوه خلاص وبدأ بقى ما أنزل الله لو جيت مسكت أي واحد من الناس العمال يقعد عمال يعمل بإبراسه كده لو جبته بتعمل كده يعمل حج هبحب ربنا ده أنا ده أنا بعمل كل أنا بعمل في ربنا عمالة يتنطط عشان بحب في ربنا زي ما كان فيه فيديوهات كانت ده شهر ده الفترة اللي فاتت عالناس عمالة في المساجد وعودوا المسكين ايه ببعض وعودوا ايه ده بتعملوا ايه احنا بنحب ربنا والرد الأخير ده مش عارف نزبط لأن ده عمل إخلاص ده عمل في القلب مش عارف أزبط طب إيه اللي يخليني أقول أن اللي بيعملوا ده صح ولا غلط وسعى لها سعية يعني إيه فين ده من اتباع النبي كيف يكون السعي إلا باتباع النبي صلى الله أنت هتقول لي أنا بعمل كده عشان أنا بؤمن بالله أنا بعمل كده عشان لا إله إلا الله أنا بعمل كده عشان أنا بحب ربنا أنا بروح للبدأ ويبدبح من دون الله وبنزر من دون الله وبطلب المدد من دون الله عشان بحب ربنا هاجة أقول لك طيب وسعى لها سعيها فين دي لا إله إلا الله طفل محمد رسول الله محمد رسول الله أمارة على من ادعى لا إله إلا الله كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يا حبيبكم الله ويخفر لكم ذنوبكم لو أنتم صادقين في دعوة محبة الله اعملوا ايه؟ اتبعوا رسول الله الذي أنتم أكررتم بإيه؟ بأنه هو الخالق هو الرزاق هو الهادي جدا تحمل تقول لي أنا عايز أنصر ربنا عايز أنصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه طيب ما تتبعوا ولا هو كلام بس مديح يعني أنا عرف ناس من الناس ليه تمدح؟ نقول لك أنا في مديح النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما قطرت النصارى عيسى بن مريض حلقة في مديح النبي إيه دا؟ ده فين دا؟ يعني من من الصحابة مثلا سمعنا مثلا عبدالله المسعود عامل مثلا مجلس في مديح النبي الاجتماع من دين دي؟ جمتوها من دين؟ تلاقي الناس بقى ملايين بقى عمنا تفرج على الكلام اللي بيتقال كلام بيقى في الغالب في الغالب مش قول كله سواء في الغالب يغلب عليه كلام بيبقى كلام يعني فيه شركيات شديدة يعني ولك عاملين صهر النهاردة في مديح النبي ايه ده فين ده فين وسع لها سعيها يومون عايش عمل كده حد من الصحابة عمل كده حد من التابعين عمل كده حد من تابعي التابعين عمل كده حد يعرف حد من السلف عمل كده لا فالشاهد يعني ومن أراضها الأخيرة وسع لها سعيها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه مؤمن ومن أراضها الأخيرة وسع لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور أهم دول بقى ان شاء الله نقولكم ايه سعيكم مشكور يلا ادخلوا الجهنة بإذن الله لجهنة عرضها السماوات يا أخوه الشبع ليه؟ هم كانوا مؤمنين وأخلاصوا الأعمال لله واتبعوا رسول الله هم دي الفرقة الناجحة هي دي الطائفة المنصورة هي دي ستفترك أمتي على سلاسة وسبعون فرقة كلها في النار إلا وحدة قيل ومن هي رسول الله قال ما أنا عليه وصحاباتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصحاباتي اللي هيبشي على طريقي أنا وصحاباتي هو ده إن شاء الله اللي هيكون منها الطائفة المنصورة طب إيه أمارت ده أوسبات أهل السنة اللي هم متمسكين بالسنة لما تيجي وقال ليه واحد شيئي مثلا يعني وقول لك أنا الحق طيب إنت الحق يا سيدي أعتبر أنني أنا الباطل أنا كراجل سني سلفي أنا أنا الباطل وإنت الحق طب إنت بتخضح في أبو بكر عمر آه بخضح في أبو بكر عمر ودول ملعونين الله طبع أنت بتكذب بالقرآن لقد راضي الله عن المؤمنين إذ يوايعونك تحت الشجرة ربنا سبحان الله ذكر أنه راضية عن المؤمنين إذ يوايعونك تحت الشجرة في باعة الرضوان طب إزاي أنت بتقول أن أبو بكر وعمر أمونا عائشة ملعونين ومخلدين في النقر كفر بواح والله والله كلام كفري كلام كفري والله فشاهد يعني عايز أعرف فعلا طريق الحق وطريق أهل السنة وسعى لها سعيها معيار مهم جدا 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 لسه واحد مبارح يعني أحد الشباب عرفه عامل بوست كده بيقول إن بيكلم عن حد معين يعني من الإعلامين وبيقول يعني إن الناس دي مغردين وكذا 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 وإيه وينتصروش غير لإيه بالشتيمة والسبة والقصف وكذا والناس بقى تدخل ترد على كلامه إنت إزاي تقضح في الإعلام الفلاني درجة العلامة درجة علامة عصره الشاهد أنا دخلت وقلت له بدون ما أقول ده ولا أقول ده أنا أقول لك ببساطة جديدة اللي تلاقيه بينتصر عن الحق بالكذب بالإفتراء بالسخرية من علماء المسلمين بالشتيمة والقصف واللعن أعرف إن ده مش على الحق وأعرف إن ده على البطل لأن الحق الحق أكبر من أن ينتصر له بالإيه بالبطل هو حق طبعا أنتصر له بالحق يعني أنا أشتم ليه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث صحيح ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء مش ده المؤمن أقول لك بك حتى نتعلم عشان نعرف سمات المؤمنين عشان أحاوي أكون منهم وفي نفس الوقت لما أشوف حد زي اللي تعلمته ويبقى هو ده من المؤمنين أنا الفترات اللي فاتت بعد آآ يعني الأحداث اللي فاتت الأحداث سياسية على مدارة عشر سنين اللي فاتت كان فينا بتخشيرها على الصفحات بتاعتي تشتمي بالأب والأم ليه؟ لأن أنا ليه مكتهاد مخالف اكتهاده طب أنا بفضل الله عمري ما شتمت حد ومش بقول أن أنا ملك لا أنا عندي أخطاء وعندي زنوب وعندي معاصي لكن يظل في الآخر عمري ما قضحت في حد عمري ما شتمت في حد ولا أنا ولا ما شايخي عمرنا ما شتمت في حد عمرنا ما قولنا أن فلان ده ابن ستين في سبعين عمرنا ما قولنا ده فلان ده ده منافق وده عمرها ما حصل عمرها ما حصل ليه؟ لأن فيه دين وعارف أن آآ ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد وكل كلمة هقولها هتبقى إما في زن حسناتي أو من زن سيئاتي لو قدر الله فلما تلاقي واحد عن نت مثلا هو متصور أن فيه طائفة معينة طائفة دي وقع عليها ظلم بشكل معين وهو عايز ينتصر للناس دي فعمال يشتم في كل الناس وعمال يسخر من كل الناس ويتهم كل علماء المسلمين بأن هم منافقين وباعوا التوحيد وباعوا الدين بعرض من الدنيا والكلام اللي أنتو عارفينه ده أعرف أن هو عنده مشاكل هو عنده مشاكل عنده مشاكل شديدة لأن لو أنت على الحق فعلا الحق مش محتاج أن أنت تنتصره بالشتيم وضح وجهة نظرك وضح اللي أنت عايزه بإسلوب يتوافق مع الحق عشان كده بنقول اللي بيقول الغاية تبرر الوسيلة ده عنده مشكلة جدا 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 أنا غايتي الخلافة الإسلامية طيب عشان أوصل الخلافة الإسلامية دي عند استعداد أكدب وعند استعداد أداهن وعند استعداد أبيع كل حاجة وعند استعداد أوعد واخلف وعند استعداد أعمل كل حاجة ليه؟ عشان خلافة الإسلامية طب ده صح؟ لا خلط طبعا ده مش من سعي النبي وسعى لها سعياها لا ده مش من سعي النبي. ليه? انا كراجل سني. كراجل بكتهد في الفاهم كتابه السنة بفاهم سلف الامة. بقول ان الوسائل تأخذ احكام المقاصد. يعني ايه? يعني انا غايتي نبيلة. عارفين نبيلة? انا غايتي نبيلة. لازم الوسيلة اللي اخدها تكون شرعية. ما ينفعش اقول مسلا مسلا. انا رايح اساعد الراجل اللي على اول الشرع على الفقير ده. انا عايز دلوقتي غايتي ان انا اروح اساعد اواصل الميج جنيه دي للرجل الفقير اللي على اول الشرع. فهركب عجلة مسروقة. هسرق عجلة. وهروح لغاية اول الشرع قدي الراجل ميج جنيه وارجع العجلة تاني لصاحبها من وراه. ينفع? لا ما ينفعش. ليه? ده انا غايتي الخلافة الاسلامية. ده انا غايتي اه خلافة على منهج النبوة. ايوا طب الوسيلة اللي انت خدتها ايه? لأ وسيلة غير شرعية. كنت بتوعد وبتخلف. كنت بتجدب. كنت بتفجر في الخصومة. كل دي من صفاتها منافقين اصل. فما جيش تقول لي ان انا غايتي نبيلة واخد وسائل غير شرعية. واقول الغاية تبرر وسيلة. لا ده مبدأ مكافلي ده مبدأ مش عندنا. ده احنا كمسلمين ما عندناش كده. عندي المسلم لا يجذب. وفي بالوعد. والمشركين كانوا بيصفوا النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مع كرههم للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي لو كانوا يصفونا النبي بالايه? بالصدق الامين. فيه فيه غاية وفيه وسيلة. فالوسيلة لازم تاخد احكام لايه? الغاية. لو ان الغاية منضبطة انا عايز فعلا خلافة رشيدة اه. انا هوعد وهوفي. وهكون صادق في كلامي. ولو حصل بيني وبين حد خصومة مش اطلع عاشت فيه واخدح فيه واسخر منه واتهمه بافزع الاتهمات لمجرد انه خالف اجتهادي. الكلام طبعا محتاجين احنا نفهمه كويسا. فالايمان شرط لصحة وقبول العبادات. وهو مؤمن. بعشروط قبول العمل هيجيلكم في الاختبار. ايمان اخلاص اتباع. خليكوا حافظنا. عشان هتلوب على اخباركو. قالوك ايمان وطقوة وصبر. طب اه شكره وحمده ورجاء. طب خليكوا عرفنا. ايمان اخلاص اتباع. لازم يكون انسان مؤمن علشان عدات حسناته يبدأ يشتغل. يبقى فيه اخلاص لله وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد كافر عمل اعمال خير. وعمل الجمعية بيساعد فيها ملايين البشر. الراجل ده مخلط في الجنة عشان عمل كده دكتور معروف. وبيعالج الاطفال ولا بيعالج القلب ولا بيعمل عمليات جمدة جدا. طيب هنقول له ايه? هنقول له لو انت مت على الكفر انت مخلط في النار. ايه بس راجل ده اعمل حك ويسه. خلاص خدها في الدنيا. ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. واستمتعتم بها. فاليوم يوم القيامة. فاليوم تشزون عذاب الهوني بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يبقى انت استمتعت انت كنت دكتور عظيم. والناس قالت عنك دكتور عظيم. خلاص انت عملت خير وخدت فلوس وخدت الشهرة والناس قالت عليك انت دكتور زي الفول. لو مت على الكفر هتخلط في النار. ما تجيش تقول له عشان انت دكتور عظيم انت هتخلط في الجنة. فين السؤال الاجباري. دكتور عظيم. مهندس عظيم. بنى عمارة نطاحت صحاب متين راجل اه فيزيائي رهيب عمل لنا ساروخ يطلع به لحد فقلب الشمس. يخش جوى الشمس كده يخبط على الباب يقوم داخل فقلب الشمس. ايه الاختراع الجامد ده? عمل مكوك فضائي يطلع يدخل غاد الشمس اه يوصل غاد الشمس. ايه ايه رأيكم في الاختراع الجامد ده? بس السؤال الاجباري اللي هو عليه ستين سبعين في المية لا اله الا الله محمد رسول الله ما يجاوبوش صح. يبقى هيخلط في النار حتى العمل مكوك فضائي يطلع على مجرة تانية. طيب صفحة اه صفحة تسعتاشر. او خلالنا نقول صفحة تمنتاشر اول. عشنا قدامي ان شاء الله عشر دا خلص. صفحة تمنتاشر. صفحة تمنتاشر في جزئة مهمة جدا في حديث معاز. ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب سيدنا معاز بن جبل الدعوة. كيف تكون الدعوة? فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل معاز بن جبل ليه اليمن. قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب. فليكن اول ما تدعوهم الي شهادة قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانهم اطعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليل. لا اسئلة مباشرة ودينا نص السؤال وصحة وغلط انت كده اه سيدة هيبت يعني كده عيب يعني. كده ده عيب حق يعني. انا بديك اقول الفكرات اللي هنجيب فيها اللي ايه? ذكروها بقى. وهي القصة كلها اربعين صفحة هيتذكروا يعني هنقرأ الاربعين صفحة دول موضوع سهل يعني. ان شاء الله انت هن يبقى اول مباشر يعني. فشاهد بس ان النبي صلى الله عليه وسلم رتى هنا ايه? الدعوة. كيف تكون الدعوة? تبدأ بالعقيدة الاول والتوحيد. ده الى الله محمد رسول الله. لازم اعلمه الامان بالله. لازم اعلمه الامان بالملائكة. بالكتب. بالرسل. طب وبعد كده. اه. فينهم اجابوك? فايه? فليكن اول ما اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلاة. يبقى انا هبدأ اعلمه الصلاة والصيام وكده بعد ما يكون هو ايه? اقر بالايه? بالايمان. وبدأ ينطق لسانه بالايه? بالتوحيد. طب لما دخل وقال لي اشهد وقال لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. هعمل ايه? اقول له طب تعالى بقى. في حاجة بقى عندنا اسمها شريعة بقى. شريعة دي فيه صلاة وفيه طهارة. ولازم اقفى اختسال لو انت جنوب. ولازم اقفى وضوء. لو انت عندك حدث اصغر من البولة والغائط. ده فيه صلاة. ده فيه صيام. ده فيه زكاة. ده فيه حج لما يستطيع اليه اه سبيلة مرة في العمر. هبدأ اعرفه بالايه? الشريعة. طب في الاول لازم يعلمه الايه? العقيدة والتوحيد. اقر ودخل الاسلام. هبدأ يعلمه الايه? هعلمه الايه الشريعة. صفحة تسعة عشر. يبقى ده سؤال ممكن يجيلي مثلا. في حديث معاذ. كيف تكون الدعوة? نبدأ بالعقيدة ثم التوحيد. ولا اه نبدأ بالعقيدة والتوحيد ثم الشريعة? نبدأ بالشريعة ثم الاخلاق. يعني تلاقي في بعض الدعاء عامين ديه النهار عامين يتكلموا على لايه? على الاخلاق. 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 طيب حلو. احنا محتاجين للاخلاق فهم. بس فيه العقيدة والتوحيد في كلامه? لا هوش. طيب اتكلم عن الانسانية. يعني احد الدعاية بدون ذكر اسماء. مهروف جدا ويعني ملاهين بالطبع. عمالي يتكلم بقاله فترة على الاخلاق. وعلى الانسانية. وعلى ان احنا كلنا ولاد ادم وحاوة. طب لما احنا كلنا ولاد ادم وحاوة ايه اللي هترتب عليه? مش هجاهدوا بقى? هحربوا ازاي ده اخوية في الانسانية? الله طب في الجهاد في سبيل لا انا عطاله. عطاله حضرك عطاله. مصد ده اخوية. الله هاروح اه اقتي لأخوية اه ابن ام وابوية ادم وحاوة. طب انا فين بقى قاتلوا مشركين كافة? لا مفيش بقى. جهد جهد النفس. بتتجهد نفسك. يا سيد ما هو جهد نفس ده ماشي? انا معتبر عندي وموجود. لكن فيه جهد المشركين. فيه جهد الكافرين. الله ما انا خرف الانسان ازاي? انا لازم اوصل الدين. فانا عندي الجيوش بتمنع الاعلام الاسلامي انه يوصل لاعلام الكفري. مش عارف اوصل الدعاء عندي انهم يحتكوا. كان لياه حد يعني صديق من فترة كان بياخد مصدر في احدى بيعمل جستير في احدى الدول يعني اللي يغلب عليها الكفر. فكان رايح كده وعلى امر يعني انه في زاوية كده بعيدة كده هروح يدي فيها درسة على حاجة يبدأ يعلم الناس. فوجئ من اول يوم راح. قالوا انت اقصى حاجة تعملها ان انت تصلي. صلي وتقرأ كرآن. ده اقصى حاجة. وبيقول لي يعني ودولة معروفة بدون ذكر اسماء. خلاص اه بيقول اقصى حاجة يعني برة في الدول هي متسامحة شوية في الدعوة. انه بيعمل مقرأة كرآن. يبقى المسجد. كل فين وفين في مسجد. وفي نفس الوقت هنصلي. وهنقرأ كرآن. طب نشرح كرآن? لا. طب نقول حديث ونشرحها للناس? لا. ممنوع. الله طب ليه? طب انا عايز اشرح. لا الجيش هيمنعني. يبقى انا مفروض كمسلمين. مفروض ان احنا يبقى عندنا جيوش قوية. عشان في يوم الايام. يوم ما نحب نبلغ دعوة ونحب ان احنا نبعت الدعاء بتوعنا يواصلوا بدعوة فيطلع الجيش الكافر. يطلع يقول لي لا ما فيش دعوة هتدخل هنا. فانا وفوض ان انا جاهده. في جاهد. فشاهد تلاقي الكلام كله راح في السياق الايه? ان احنا في الانسانية وان احنا في المهلبية وان احنا اخلاق اخلاق اخلاق. حلوة. طب العقيدة فين? فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اما ابو عثته لأتمم ما كرم الاخلاق. اتمم. ايه فيه بنيان اصلا اتبنى. وهو جاي يتممه. فيه عقيدة وتوحيد. ويتممه. الاخلاق اثر للعقيدة والتوحيد. الاخلاق اثر لحب النبي وحب التباع. النابي ده اثر. من الاصار ان يبقى فيه اخلاق. لكن لازم في الاصل يبقى جزور شجرة. عشان لابد اقول صمرت الشجرة. ازاي قبل ما ازرع الشجرة او انا عايز موز. طب ما تزرع شجرة الموز عشان تلاقي موز. فانت حملت قولي الاخلاق الاخلاق اخلاق كالك بتنفق في قربة مخرومة. الناس قاعدة اصلا بتشرب حشيش وتشرب مخدرات وقاعدة في علاقات محرمة وافلام واغاني ومسلسلات والدنيا رزع. وانا اجي اقول له الاخلاق. هجيبها منين? هو الراجل اللي عايش في كوارث. طب انا بحتاج ان انا اعمل ايه? اعلي عنده العقيدة والتوحيد وربيه على العقيدة والتوحيد عشان يبطل يسرع عشان يسرع مخدرات. عشان يفهم ان اللي بيعونه ده حرام. لكن هجيبها انا عايز موز. وهو اصلا صبار. طب اه ازاي يعني? ازاي صبار منتظم انه يديك اه مزايحة. مش هديك اي حاجة خلص. خلاص طيب. في عندي شباب عشان اه مطلوش اكثر من كده. وانتوا بقى راجعوا. في عندي الادلة على ربوبية الله. وانا توحيد الربوبية. ده مهم جدا المعنى ده. وده بتاعي كده. انا اقر بان الله سبحانه وتعالى هو الرب الهادي الخالق الذي له الملك والامر والنهي والحكم والتشريع. كل دي ايه? افعال لله. افعال. فانا باقر بافعال الله. باقر ان كل وانت عد ونعمة الله لا تحصوها. ان الله لا غفور رحيم. باقر بان كل النعم اللي انا فيها دي من خلق الله. من الله سبحانه وتعالى. ده اسمه توحيد الربوبية. توحيد الله بافعال الله. خلاص? طيب. في دلالات. دلالات. فين ايه دلالات انا مش عارفين? دلالات يعني امارات. علامات. دلالة يعني امارة او علامة. ففي دلالات على توحيد الربوبية. منها دلالة الفطرة. دلالة المخلوقات. دلالة العقل. الكلام نتقره بقى ان شاء الله عشان بس انا ايه كفى عليه قوي كده. الكلام نتقره مهم جدا. شباب معلاش محتاجين احنا نقره. الدلالات دي مهمة. خلاص. اه سهلة جدا 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 جدا. دلالة الفطرة. دلالة المخلوقات. كان ده شرحناه باستفادة. ودلالة الايه? دلالة العقل. ودلالة العقل فيها تلت قواعد. التلت قواعد بس الرئيسية هنحفظها. هنبقى عارفينها. بس. كده اللي ان شاء الله. احنا كده بعد كده توحيد الالوهية. اللي هو توحيد الله بآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اذا طلبت المدد هيكون من الله سبحانه وتعالى. اذا دعوت وقال ربكم ايه? ادعوني استجب لكم. ولا هروح للبدوي ولا هروح للحسين ولا يعني يبقى صرف العبودية لله. ده اسمه توحيد الايه? الالوهية. صرف العبودية لله. ده توحيد الايه? توحيد الالوهية. كده يعني انا رجعت معكم مراجعة سريعة. شبابة احنا مالش يا خبابة لتكلم بقى كلام كلام حلو يعني. اخر حاجة ماشي. حتي مهمة ماشي. ماشي للخزاعة. الولاء والبراء. صفحة التسعة وتلاتية. د احجلكم. اروها. معلش. معلش. ده احجلكم. الولاء والبراء. ان انا احب. احب. الله ورسوله والبؤمنين. واكره وابغض. ولا احب الكفر والكفرين. منفعش تقولني انا محب واحد كفر. بس ده جاري. احسن اليه. بره. بره. وقلنا قبل كده الايات يعني كتير جدا. وذكرنا كتير. لانهاكم الله عن الذين ولم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقصتوا اليهم. ان الله هيحب المقصة يبقى ربنا امرنا اصلا اسلامنا اصلا امرنا بالاحسان والبر مع مين مع الكافر طالما انا هو عايشين في ديار واحدة وهو كافر طالما لم يعديني. ولم يخرجني من دياري. ولم يعاديني في ديني. ولم يحاربني في ديني. اعمل معي ايه? بتاع معي بالبر والاحسان والقصد. لسه اه احد الاخوات كانت بعتلينا هاردة بتقول لي انه هي جارة وآآ نصرانية وببيع واشتري معاها هو يا جوز. اه يا جوز. يا جوز معلش مشكلة خالص. والكفر ده قلنا يعني آآ الجحود. يعني الانكار. هو كافر عندي وانا كافر عنده. وفي الاخرة هنشوف مين اللي كان على الحق. انا بقول انا اللي على الحق. وما يبتغر اسلام دين فلا يقبل منه وفي الاخرة ما الخاسرين. انا بقول انا للحق. ان الدينة عند الله الاسلام. انا بقول انا للحق. وهو بيزعم ان هو لعل الحق. خلاص. ربنا صحيح على يفصل بين العباد يقوم الخيام. لكن يظل في الاخر انا في الدنيا طالما هو ما ازنيش. ولم يعاديني في ديني. هعمل ايه? بتاع معه بالبر والاحسان والقصد. هحبه? لا. ما قدرش احبه ما قدرش احبه. واحد بيقره الكرآن. واحد بيقره الاسلام. واحد بيقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كافر. يا حبيبي يا رسول الله. ازاي? ازاي انا اقبل على نفس ان انا احب واحد بيقول على نبي كافر. شاعر. ساحر. مجنون. ازاي? صلى الله عليه وسلم. ازاي? ازاي اقبل? ده احنا في دنيا البشر ما نقبلش ان حد يقول على مقبلش ابدا ان حد يقول على ابوي وامي ربع كلمة. طب احنا بنتكلم بقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في دك يا ابي وامي يا رسول الله. ازاي نقبل? فمنفعش انا كراجل مؤمن احب الكافر. لا انا الحب ده عمل قلبي. لا يصرف الا لله والرسول والمؤمن. محمد رسول الله والذين معه. اشداءوا على الكفار وحماءهم بينهم. هاي لسمات اهل السنة. اسمات المسلمين. لكن ليه بقى بيلف كده ويلف كده ويفتسم كده ويدحك كده ويروخ كده ويداهن كده في الدين. في دين الله. لا اعرف ان عنده مشكلة. عنده مشكلة في العقيدة. فخضية الولاد وبراء مهمة جدا ان انا بفهمها. طب انا عايز اختن بس بحاجة. معلش. احنا شباب يعني اه. انتوا قريب بتعملوا ايه? قريب معي بتعملوا ايه? لازل تفهموا انتوا قريب بتعملوا ايه? لازل تفهموا ان احنا بنتعلم. ودول في الاخر الكتاب بدأ معي في صفحة خمسة. خلاص بعد المقدمة وكده بدأ معي في صفحة خمسة وهي صفحة سبع اربعين. يعني منتكلم علش في تلاتة واربعين صفحة. تلاتة واربعين صفحة دي حقيقي يعني. ساعة لو انا قفلت على نفسي ساعة بتركيز هخلصهم. ساعتين. تلاتة. اربعة. اربعة ساعات. طب ساعة كل يوم. على احنا امتحنل الاربعة. ان شاء الله. يعني خدتني ساعة كل يوم. نص ساعة والله اخلاص واربعين صفحة يا جماعة. العشر صفحات يعني تقريبا الصفحة بتقريبا بتقريبا في الديئة يعني. دي اكون مخلص صفحة. وهتعلم بالهاي لايت كده على على الحاجات المهمة. ان شاء الله اخبار هيجي مباشر وسهل وما تخافش من الامتحان. بس انا عايزة همتعلم. اخدوا بالكو احنا الاخبار الاولاني بتاعنا بعد اه سبعة اربعين. هيجي الاخبار التاني هنجيب من الاول لغاية مثلا صفحة مية. الخبار التالت من الاول لغاية صفحة مية خمسين. ليه بعمل كده? عشان اثبت معاكم المعلومات. عشان تخلصوا الكتاب تقولوا يعني جزاك الله خيرا. تخلصوا كده كده تحسوا ان فيه فرق. تحسوا ان الايمان عالي شوية. ما احنا عندنا مشاكل. بس العلم بيخليك في وسط المشاكل والفتن دي تحاول ايه بتاعلى شوية. فمعنش يعني نحن احنا اكتهد نحنا نقرأ السبعة اربعين صفحة دول وان شاء الله امتحنا يوم الاربع الجاي بازن الله في كتاب ملايس عموس نجاهله وكتاب التربية. يوم الاتنين اللي جاي هقفل بيت الجزء بتاع التربية وهندي كده ايه مراجعة سريع او بعض الاسئلة المهمة او الفاكرات المهمة في كتاب التربية. كتاب التربية نفسي القصة. انا عندي يا شباب اه خمسة اربعين صفحة. ولا ربعين صفحة? في ملايس عموس الجاهل. وعندي خمسة وربعين صفحة? تقريبا في كتاب التربية. والكلام حلو. انا اخدو بالكم ان انا مش مدخلكم في الحاد كلام تقيل او مدخلكم في مقارنة اديان في كلام تقيل. كلام سهل اصلا تكلم عن الايمان ومتكلم عن كيف نؤمن بالله وكلم تكلم عن التربية والسليم التربية وايه مهيلات الصحابة للقاتل البشرية. كلام جميل وحلو وسهل. فما تخلوش اقفش عليكم. مش هم حبش اقفش. خلاص خلونا كده حلمين مع بعض وذكروا. خلاص انا كده ايه لخصتلكم بلخة سريع على الجزء مطالك بالايمان بالله. انا كده خلصت درسي النهاردة ان شاء الله. يعني بسوش تعمله في اخر الحلقة كده ايه اه لايك للفيديو سبسكريب على اليوتيوب. لعل حد ان شاء الله ينتفع بها. اصلا تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اخفر لنا بنوبانا. اللهم ارحمنا وارد عننا. اللهم تجاوز عن خطينا رحمنا رحيم. اللهم اقتنا في الدنيا حسنة. وفي الاخرة حسنة. واقنا عذاب النار يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله يا رب العالمين. وصلي لهم وبارك على رسول الكريم مصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك. نشهد لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب لك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة